الرئيس النمساوي قال لك لا يمكن اعتبار كل نقد لإسرائيل معادة للسامية طبعا ده على نتيجة الأحداث اللي موجودة في الشرق الأوسط وإني الأول كانوا بيطلبوا أو كتير يعني تقريبا جميع دول العالم وقفت مع إسرائيل وقالت على إسرائيل لها حق الرد والدفاع عن نفسها ولكن مع المجازر الوحشية اللي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني بدأت الأصوات يعني تعتلي تقولك لا ده بينتقدوا إسرائيل لا ليه بتعمله كده ليه بتهلك وبتبيدوا الشعب ده إبادات جماعية فبناء على ذلك بيقول لا مش معنى أن احنا بننتقد إسرائيل يبقى كل ما ننتقدها أنها بتعمل حاجة غلط تقولونا ده معادة للسامية يا سيدي الكريم أنا فعلا أنا شخص أراهن على الدكتور ألكسندر باندربيلن الرئيس النمساوي أنا فعلا أراهن دائما على وعي وحكمة وحنكة هذا الشخص يعني فعليا بيقولك لا يجب اعتبار لا يجد اعتبار كل انتقاد للحكومة الإسرائيلية طبعا ليست إسرائيل بشأننا نحن نكون دقيقين أنه معادي أنه عداء للسامية بيقولك نفس الوقت بيقولك إسرائيل أو الحكومة الإسرائيل تجعل الأمر سهلا على نفسها ببعض الأحيان وفي الوقت نفسه حذر من تنامي معادة السانية وتبذل خسارة جهدنا لقمعها في مهدها لمعادات السامية بيقولك تجعل الأمر سهلا على نفسها أي انتقاد معادات للسامية أي انتقاد هم معادات لليهود جميعا لا يا أخي فبالتالي عندما يخرج الرئيس النمساوي ويتحدث بهذه العقلانية صحيح أنها لربما متأخرة ولكنه قال أن تصل خيرا من أن لا تصل قال أنه ليست جريمة انتقاد إسرائيل ليست جريمة فعلا تسليط الضوء على بعض المجازر التي قامت بإسرائيل طبعا هو لم يقول ذلك نحن نقول ذلك هذا الكلام ما هو معناه هذا الكلام يقول لك الرئيس النمساوي أن إسرائيل ترتكب مجازر أو ترتكب انتهاكات أو ترتكب تجاوزات في غزة في فلسطين هذا الشيء واقع موجود فقالها أن ليس كل انتقاد هو عداء للسامية فبالتالي هذا الكلام مسؤول جدا وواعي جدا من شخص مسؤول وحريص على السلم المجتمعي في النمسا فبالتالي أنه قال أنه هنا في النمسا ممكن لأي شخص ينتقد الحكومة النمساوية ولا يتهم أنه هو ضد النمسا أو لغاء النمسا أو لغاء وجود النمسا يعني أعتقد أنه دي من أساسيات الديمقراطية 100% طبعا نروح لوزير الخارجية التركي اللي يعني دخل في مصادمة مع وزير الخارجية النمساو أليكسندر شالنبرج اللي هو وصف الخبر أنه أحرج وزير الخارجية النمساو هو بعد حديثه عن حماس طبعا الوزير الخارجية النمساوي أليكسندر شالنبرج وصف حماس بألذع الألفاظ وأنها منظمة إرهابية وتعمل على يمكن من ضمن التصرحات دي دي حماس هي اللي بتسعى لمعادات أو تفرض معادات السامية ولكن كان حديث وزير الخارجية التركي أبدا أعتبر أني منظمة أو حركة حماس هي حركة مقاومة شعبية نعم يا سيد الكريم يعني هذا الكلام يعني بغض النظر اتفقنا أم اختلفنا عليه هذا الكلام يوجد شيء كثير به من الصحة اليوم ما يحدث في فلسطين ما يحدث في غزة بصراحة عدوان كامل يعني عندما يخرج السيد هاكان فيدان وزير الخارجية التركي ورئيس الاستخبارات السابق يعني هو عنده خبرة استثنائية في القيادة في التقارير المعلومات 100% أشكرك فبالتالي أحرج وزير الخارجية النمساوي لأنه كلمة إيه كلمة لا يعني يحاول طبعا كلمات السيد ألكسندر شانبيرج يحاول إدماج كل الشعب الفلسطيني على أنه حماس على أنه كل من يحارب كل من يدافع عن أرضه كل من يحاول أن يستعيد أرضه وذاته إذن هو حماس لا بس هو على أساس أن حماس هي اللي قامت بالموضوع الهجوم وكده ما أعتقدش يا سيدي نعم لأنه في مرات أخرى طالبوا بحماية الشعب ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت نرى نحن نرى نحن يعني نرى بعين المراقب بالأحرى أن تركيا فعليا هي مندفعة جدا تجاه حماس يعني حتى السيد الرئيس أردوغان استقبل إسماعيل هنية واستقبل عدد من قيادات تنظيم حماس المصنف إرهابيا هنا في النمسا والعديد من دول أوروبا استقبلهم على أنهم يعني لن نقول أبطال ولكن استقبلهم واحتضنهم وسمعهم وأخذ وأعطى منهم ولكن هذا لا ينفي ولا يلغي أن حماس ارتكبت ارتكبت العديد من العمليات الإرهابية داخل غزة بحقها الغزة شيء لا يلغي ولا يعني أنها رهنت كل شعب غزة لمشروع إيران في غزة وليس لمشروع فلسطين في غزة أبدا لن يتحقق أي نتائج يعني لن يتحقق ولن يتحقق يعني لما تيجي تبص اللاجئين كانوا بتفاوض على خمسة ألاف نعم دلوقتي فيه عشرين ألف ولكن الأسرع على أقصد للشهداء تخطين الخمسة وعشرين ألف شهيين نعم نعم الجرحة يعني مئات الألاف نعم يبقى ما فيش نتيجة فعلية للي قامت بها حماس مئة بالمئة في صالح فلسطين مئة بالمئة على العنجهية النمساوية بسياستها الخارجية المتواصلة بحزب الشعب كان لابد من أن فيدان يرد عليه بهذا الرد المحرج صراحة